يعطيكم العافية بدنا ننتقل الان لموضوع جديد وهو الاضافة مثل ما مر معكم الاضافة نسبة بين اسمين انه انا عندي اسمين العلاقة بينهم نحكي عنها هاي ايش هاي علاقة اضافية تمام هلا شو ما الاسمين انه انا عندي اسم اول بدي احطه هون وهي الاسم الثاني تمام العلاقة بين هدول الاسمين بتصير عندي اشي او قاعدة او موضوع اسمه ايش الاضافة تمام طبعا مش اي اسمين فيه هناك شروط معينة ورح نتعلمها فيما بعد الشروط ليندرج تحتها اسم الاضافة طيب هدول الاسمين شو هم شو اوصافهم شو بنحكي الاسم الاول وشو بنحكي الاسم التاني الاسم الاول بحكي عنه المضاف الاسم الاول بحكي عنه المضاف بينما الاسم الثاني بحكي عنه المضاف اليه بينما الاسم الثاني المضاف اليه الان الاسم الاول اللي بدي اضبطه هون بحكي عنه المضاف والاسم الثاني المضاف اليه تمام الان بأننا نتعلم أشياء معينة ومعلومات مهمة على كل من المضاف والمضاف إليه أول معلومة مهمة متعلقة بالمضاف بأنه يعرب حسب موقعه في الجملة إذن هاي أول معلومة يعرب حسب الموقع في الجملة شو يعني يعرب حسب الموقع في الجملة؟ يعني إما بيكون هذا الاسم الأول فاعل أو بيكون مفعول به أو بيكون اسم مجرور أو بيكون مبتدأ حسب موقعه في الجملة أما الاسم الثاني اللي هو المضاف إليه ثابت بعرب ومضاف إليه مجرور تعراب ثابت حسب إذا كان مجرور بالكسرة ولا مجرور بالياء إذا كان مثنى أو كان جمع مذكر سعلى إذن هاي أول معلومة مهمة وثابتة عن المضاف والمضاف إليه المعلومة الثانية متعلقة بشو بالمضاف؟ شوف شو بتحكي لك هاي المعلومة إنه هذا المضاف لا يقبل أل التعريف لا يقبل أل التعريف يعني أنا بتركيب الإضافة تمام؟ ما بيصير المضاف معه أل التعريف وهذا أصلا بيكون معه أل التعريف ليه؟ أحكي لكم شو السبب؟ أل التعريف بتعرف الإسم يعني أنا لو حطيت هاي الكلمة هاي ها قلمون هاي الكلمة نكرة لأنه أنا ما بعرف هو شو القلم قلم رصاص ولا حبر ولا بلاستيك ولا خشب ما بعرف إذا بدي أعرف هذا القلم إما بحط له اللي التعريف بتصير القلم أو بضيفه بحكي قلم الحبر فهاي الكلمة تصير إيش؟ معرفة عشان هيك عشان هيك أنا إذا عرفت الكلمة بالإضافة ما لازم أحط مع الكلمة أل التعريف أنا خلصت تعرفت بالإضافة هذا أول أمر إذن لا تقبل أل التعريف ثالث أمر متعلق بالمضاف وهو لا يقبل التنوين لا يقبل التنوين ما بيصير تركيب الإضافة إن المضاف يكون منون لا تخفف حركته بيصير إما فتحة أو كسرة أو ضمة واضح؟ مهم؟ واضح الأمور؟ تمام رابع معلومة متعلقة بالمضاف بإنه إذا كان هذا المضاف جمع مذكر سالم أو جمع عفوا جمع مذكر سالم أو مثنى تمام؟ جمع مذكر سالم بحالة الرفع أو النصب والجر أو مثنى تحذف النون من آخره تحذف النون من آخر جمع مذكر السالم في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر وتحذف النون من المثنى في حالة الرفع في حالة النصب والجر يعني مثلاً معلمون المدرسة تمام؟ ما بيصير؟ احكي معلمون المدرسة هذا غلط بتصير معلمون المدرسة هايا صح هايا هي المعلومات والإطار العام عن درس الإضافة وموضوع الإضافة بأنه أنا عندي علاقة بين اسمين هاي العلاقة هي علاقة إضافة لإسم الأول مضاف الآن مضاف إليه أول معلومة متعلقة بينهم إنه هذا يعرف حسب موقعه في الجملة وهذا يعرف مضاف إليه مجرور ثاني معلومة ما بيقبل التعريف ولا بيقبل التنوين وتحدث النون من آخره خليكم معي تنكمل معلوماتنا عن موضوع الإضافة